شاءت الاقدار ان يعيش العراقي غريبا رغم انه في وطنه لكنها الخيام لعنة النزوح التي يغرق فيها حاليا نحو مليون عراقي في ظروف عيش قاسية قد يرسمها الاطفال ذكريات سوداء في يوم من الايام مفوضية حقوق الانسان في العراق تؤكد الرقم المذكور لكن الحكومة وضعت في قائمة اعمالها وعدا باغلاق ملف النزوح في اسرع وقت ممكن طريق العودة محفوف بمخاطر يعلمها الصغير قبل الكبير فمعادلة الاستقرار المفقود على خريطة العراق هي لعبة وادات اطالة امد النزوح والوقوف في وجه الاعمار وما بين اصابع توجه الى دول جارة واصابع اخرى توجه الى غرف مظلمة تضع العقدة في مشار الحكومة والدول الداعمة لعودة النزحين ومع تكرار مسلسل الاستهداف الممنهج تعود الفوضى بالشكل المألوف اراقة دم وتفجير عبوات ناسفة مع كل موجة يتم الحديث فيها عن النزوح والتخطيط له اما العوائق فقد تلخص في ثلاثة بنود تعتبر الاساسية امام تحقيق العودة الى مسقة الرأس وتتمثل بتحديات غياب الخدمات وتوتر الوضع الامني والخلافات العشائرية او صناعة الطائفية في مناطقهم الاصلية تحديات تظهر في نتائج البحث عن الحقيقة على صفحات الصحف العالمية وهي معلومة لدى الحكومتين المركزية والمحلية خلايا الارهاب النائمة والسلاح المنفلت واحزاب النفوذ كل تلك الواجهات تقف في طريق حياة العراقيين والعيش بسلام لكن ما ينذر بخطر ملف النزوح هو البقاء في دائرة التوتر المقصود وعودة نزف الدم الذي لن يفتح بابا عراقيا جديدا لتحقيق كيان الدولة المنيعة